هل اللي ممكن يكونوا كانوا معتدين على ممارسة رياضة كتير قبل الحمل وبيجوا يوقفوها في فترة الحمل ده عامل من العوامل اللي بيخليهم يتخنوا؟ اه طبعا مانتي الجسم كان بيلاقي منفذ لحرق الاكل واستنفاذ الطاقة ومرة واحدة بقى جسم حامل وبتاكل وهي تعودت على كمية الاكل اللي كان بتاكلها فتخيالي مكان كنت بتصريفي فيه فلوس كتير فالفلوس دي حتتحوش كلها نكتبتش تصريف فيه فلوس دي بقى دهور هتتراكمه بالضبط اليوجا من الحاجات المهمة جدا ممارسة تأسنان الحامل على فكرة موضوع اليوجا ده يعني بقى الابحاث عليه كتير جدا لجميع الامراض والحاجات كتير النفسية والعصابية خاصة طبعا انا بطلب منك انت شخصيا ان انت تجيب لنا حد من اليوجا ترينرز الناس المشهورين في موضوع اليوجا ده يجوا يعلمونا ازاي تتعامل بشكل كويس ممنوع الرياضات العنيفة ممنوع الرياضات اللي فيها مشاركة زي الباسكتبول زي الكورة الكيك بوكسنج السكينج الحاجات دي كلها ممنوعة الرياضات اللي ممكن يكون فيها فولنج ويكون فيها وقوع او سقوط الكلام ده كله ممنوعة الصعود الحاجات العالية زي مثلا صعود الجبال والكلام ده كله ممنوعة عشان الاكسجين بيال ترجمة نانسي قنقر